هذا يذكرني بآية في سورة الأعلى إنها الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الأعلى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى الآية التي قبلها قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى أعود إلى الجزء الثاني من الكاف الشريف من الطبعة نفسها كي أقرأ عليكم رواية جميلة بهذا الصدد صفحة أربعمية وخمسة وثماني إنه الحديث الثامن عشر باب الصلاة على النبي محمد وأهل بيته صلوات الله عليه بسنده عن عبيد الله ابن عبد الله الدهقان قال دخلت على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه فقال لي الإمام يسأل عبيد الله هذا ما معنى قوله وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى قُلْتُ كُلَّمَا ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ قَامَ فَصَلَّى قام أي توضأ وبعد ذلك توجه إلى القبلة وصلى ركعتين على الأقل حتى يقال له قد صلى الإمام الرضا يسأل عبيد الله الدهقان ما معنى قوله وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى قُلْتُ كُلَّمَا ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ قَامَ فَصَلَّى كلما قال يا الله كلما قال يا عظيم يا أرحم الراحمين قام فتوضأ وتوجه إلى القبلة فصلى فقال لي لقد كلف الله عز وجل هذا شطط هذا تكليف ليس منطقيا الشطط الشطط هو الإفراط في الشيء والشطط في أصل اللغة هو الإفراط في الظلم حينما يفرط الظالم في ظلمه فإنه قد فعل شطط الشطط فهو يأمرنا بذكره دائما والقاعدة معروفة والقاعدة هذه منهم من ثقافتهم ذكر الله حسن على كل حال فكلما ذكرنا الله توضأنا وتوجهنا إلى القبلة وصلينا ركعتين على الأقل هذا تكليف يصعب على الإنسان أن ينجزه بل قد يكون مستحيلا فقال لي لقد كلف الله عز وجل هذا شطط فقلت جعلت في داك فكيفه ما معنى هذه الآية وذكر اسم ربه فصلى فقال كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله والكلام هنا فيه نحو مدارات صحيح من أن الصلاة على محمد وآل محمد مستحبة مندوبة مهمة في كل حال من الأحوال وعند ذكر الله سبحانه وتعالى لكن المسنونة والمشروع من الشر الذي نعرفه من أن الاستحباب يتأكد يتأكد إن لم يكن واجبا في بعض الأحيان فالاستحباب يتأكد عند ذكر محمد صلى الله عليه وآله فالمراد وذكر اسم ربه وذكر اسم محمد فمحمد رب الدين ورب الإسلام ورب القرآن تستثقلون ذلك مرة علينا في إطلاق هذا العنوان الله والإله والرب تلاحظون أن الأحاديث وأن المعطيات منظومة واحدة بعدها تعال قل لي أنت تستثقل هذا المعنى ما أنت يقال لك رب الأسرة أنت رب الأسرة وزوجتك ربة المنزل وربة تأنيث من رب فأنت رب الأسرة وزوجتك ربة المنزل وأبوك رب العمل أدري ما أخذين الربوبية أفلاح أملاك بس من يجي الكلام عن رسول الله تستثقلون تستثقلون ذلك أنت رب الأسرة ويصير هذا ما بي شيء وزوجتك ربة المنزل وأبوك رب العمل أنت ومرتك وأهلك وأبوك ما أخذين الربوبية أفلاح أملاك ولا يوجد اعتراض لكن حينما يكون الكلام عن رسول الله تظهر الإشكالات ما أنا قلت هو رب الدين هو رب الإسلام من الذي رب هذا الدين المربي من الذي رب هذا الدين من الذي رب هذا الإسلام من الذي رب نا محمد محمد صلى الله عليه وآله فهو ربنا في هذه الجهات وهو ربنا بحسب الإطلاق القرآني بشرط أن نحافظ على المقامات وأن نحافظ على الاتجاهات مثل ما مر علينا الكلام المتقدم في الحلقات الماضية لا أريد أن أكرره بس أنا أقول لك هذا بسبب دودة دودة هذه دودة الحوزة دودة المرجعية مثل ما أكو دودة السقيفة أكو دودة المرجعية ودودة المرجعية هي أوسخ وأقدر من دودة السقيفة ما أنا الذي أقول الصادق هو الذي يقول يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى والرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه من أنهم أضار أضار هؤلاء مراجع التقليد الذين تقلدهم أكثرية الشيعة هؤلاء أضار أضار على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه من هنا أنا قلت من أن دودة المرجعية ودودة حوزة النجاف هي أقذر وأوسخ من دودة السقيفة فهذا الذي عندك من تلك هذه من هذه هذه من الدودة من دودة المرجعية الإمام الرضا يسأل عبيد الله الدهقان ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلى قلت كلما ذكر اسم ربه قام فصلى فقال لي لقد كلف الله عز وجل هذا شطط فقلت جعلت في داك فكيف هو فقال كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله كلما ذكر اسم محمد صلى على محمد وآل محمد وهذا هو أدبهم هذه هي سيرتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فالكلام هو هو في هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فليس الحديث عن ركوع مستمر وعن سجود مستمر مثل ما يتصوره بعض الذين صاروا عبادا يواصلون الركوع والسجود قد يصدق عليهم هذا في جهة من الجهات وإلا فإن الآية لا علاقة لها بهذا المعنى الآية تتحدث عن برنامج حياة ترجمة نانسي قنقر